كابتن فاتح منورنا نورك يا وكبات يا درش يا جميل ولما شفتك دلوقتي كده احنا بقنا فترة بس القلوب عند بعض يعني لما شفت دلوقتي عمالة أرجع بالذكرانات كده زمان أول ما نخلنا الناشئين مع أبو الأشبال الله أرحمه كابتن صفح حسين انتو الاثنين صنعت وأجيال اللي هي كملت ورجعت اسم النادي الأهلي في العلالي زي ما بيتقال كلمنا عن حكاياتك بدأت ازاي كرة الحمد لله الحمد لله يعني بحمد ربنا سبحانه وتعالى لو التاريخ رجع بي ما كنتش هتمنى أكتر من اللي حصل دي يعني اللي حصل دي وخصوصا نعرف تقول اللي حصل لك اللي حصل انت عارف كل حاجة لا السادة بشهدين عايزين يعرفه عايزين يعرفه انت عارف كل حاجة عني طبعا واحنا عارفين كل حاجة عن بعض طبعا الحمد لله الحمد لله كابتن مصطفى الأولي أنا بتشرف ان أنا موجود في قناة الأهلي موجود معاك في البرنامج الكبير دا والعظيم دا وكنجم من أجناب من النجوم اللي الحمد لله اللي واحد شارك في صناعتها بيكون يتبوق هذا المكان اللي انت قعد فيه الحمد لله ودا بيشرفني قبل ما يشرفك الله يخليك ربنا خليه طبعا أي واحد أي واحد بلعب كرة بيبدأ كرة بدأتها في الشارع ولا في نادي ولا في مركز الشباب أنا بدأت أنت بلد ذكي أصلا نحن من طنطا من شوبر مركز طنطا غربية الشوبر دي على بعد سبع كيلو من طنطا طب بالنسبة طنطا زي بمتحط رمضان كنت بتحضر الموالد هناك متحط موالد هناك وأنا اللي جبت برضو متحط للنادي هنحكي هنحكي بس أنت محضرتش الموالد لا 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 محضرتش لأني وأنا صغير جت على القاهرة على طول على طول جت على القاهرة وكان خالي سيد نصير اللي هو بطل عالم رفل أسقار أيوة فده بطل عالم رفل أسقار خالي وكان في النادي الأهلي واللي حصل على مدالية زهبية مداليتين زهبيتين في أولمبياتين واربعة في 38 أول بطولة واربعة وثلاثين المهم كان في رفل أسقار كان في رفل أسقار فهو أخدني وروحنا دخلنا من باب اللي عند المعلمين أبين قالك إيه قالك تعالها وديك النادي الأهلي قال لي أنت بتلعب هتقعد تلعب وتلعب في الشارع وهتقعد تلعب كده وتيجي متعور وتيجي كلام ده لازم نروح النادي أنا طبعا مش أتمنى مش مستوعب لكن أستوعب معقول لنادي الأهلي قال لي آه هتروح وحيشوفوك هناك وهناك في ناس مش أي حد إنهم بيلعب في النادي الأهلي سنة كامل كلام ده؟ كلام ده سنة 58 58 58 تعجوز أول لا إما أنا كان عندي سنتين نعم 58 دي كان عندي سنتين دخلك أول واحدة كده دخلت فيها النادي الآن دخلت كنا دخلنا من باب المعلمين اللي هو عند مساشفة المعلمين عن صارة راتب عن صارة راتب ودخلنا كان مكتب اللي دهر هناك كان أمين بشعير لارحمه لارحمه يا سنينين وبعدين جابونا الكابتن كامل مسعود والكابتن مصطفى حصين يا سلام اللي هم الاثنين دولت وقال له ده فلان فلاني وده عايزه يعني نلمه من الشارع بدل ما هو بيلعب في الشارع وكده قال له لا يعني حتى كان مسعود قاعدة نلمه في الشارع قال له هو احنا مؤسسة اجتماعية حنلم الناس من الشوارع يعني انت مكنش راح عشان الوسطة بس فقط لغير لا ده الوسطة اللي وصلتك لحد النادي الآن يعني بس عاوزي يديني طريق هناك وكده بس كان مسعود دمه خفيف قوي لا بنعارف كامل بيه مسعود الله ارحمه الله ارحمه الله ارحمه كان يجي من عبدين ماشي لحد النادي الآله ورايح ايوه رايح معي وديك النعناع الصغير المهم تشاء الظروف ان احنا بدأت معاهم وروح تتمرنت اول يومين طبعا كان في رهبة وفي خوف اه ومفيش ابتزان و اه كنت في حلم كده اه طبعا يعني وبص للعيبة التانين كده مين اللعيبة اللي كانوا موجودين في الوقت؟ لا مو الزمان كان الجيل ده بقى اللي هو كان فيه اه اه اقولك مين كان فيه ايام اخرهم كان هاني مصطفى شوقي عبدالشافي اه مصفى عبدالغالي اه مصفى عبدالغالي والناس دي اللي هما كده في اياميهم اه لعبنا شوية كابت المصطفى واستمرت وبعدين دخلت التربية الرضاية كلية التربية الرضاية لعبت لحد كم سنة في النشئين لا احنا لعبنا مكة الكورة بقى اياميها واحنا في الـ 58 لعبت لغاية اقول لحضرتك كام اه يعني نقدر نقول اه السنين كلها وصلنا لغاية سن لغاية تبطولات ستة وستين من وخمسين ستة وستين اه كنت كبيرت انا بقى دخلت في الـ 68 دخلت في الشباب مراحلت الشباب من النشئين للشباب للشباب يعني النشئين اصغر من النشئين كمان مين كان مدارب بتاعك؟ كابتن مصطفى حسين رحمة الله رحمة الله وكملنا بقى مع كابتن كابتن مسعود وكابت مصطفى حسين ووصلنا لمرحلة الشباب أنا في كلية تربية راضية وحصلت لي إصابة في الرجبة اليميل وأنت في كلية تربية راضية بس من الكورة لا مش من التربية من الكورة من نادي ما نعرف يا أنت وأنت بتلعب في كلية تربية راضية وجالك الغضروف فطبعا زمان الغضروف ده عمزة الصليبي الوقت ما قالوش علاج وما فيش سفر برة وما يفهموش فيعملوا إيه إنهم يشيلوا في صورة ما عرفش يمكن لو المخرجي بهاني وإنها رجلي في الجبس مترجلك من جباسك هو كان لك زماني يعمل لك بازل يعني بازل يعني يجيبوا إبرة ويطلع الحقنة يطلع المية من جوه يطلع بقى يحط الإبرة تاني ويطلع المية يطلع المية لغية الرجبة تبقى فاضية وهي كده يجي هتهارك في الجبس وهي مفرودة عشان ما تورمش تاني شهر ونوص تكون العضرة دي تدمرت ده رجليك كلها تدمرت وترجع تاني تبدأ من دي تبدأ عشان تقوّل عضرة اه طبعا وطبعا ما فيش التقويات ولا التب الرياضي زي دي الوقت ولا الكلام ده لا لا ما فيش الكلام ده يعني بمعنى أصاح أما ترجع فأنا كنت في باكريوس وإنت حركت طبعا تربية رضية نعم وباكريوس فعرفوا إن الإصابة دي اللي عندي فقلنا نخلي ألعاب القوة آخر حاجة الحواجز ليه؟ لأن ألعاب القوة لو حننط عليها لازم رجبتي دي حتى حدوستيج ده اللي متحنتك لأخر السنة آخر السنة العمل فامتحنتك العمل كل المواد وكل التقصصات لغيت ألعاب القوة آخر حاجة آه كملت ألعاب القوة جارية مفيش مشكلة رامية مفيش مشكلة لما الأبزل الأبزل لا فإحنا بنط الحواجز بعد التالت حاجز نطيت ما قمتش إيه اللي ودك للحواجز اتشالت آه شالوني راحب برضو معمول نفس القصة ويرميت بازل وجبس ما عندهمش غير كده هذا زمان أنا كان جالي تمزه في الأربوطة في السبريانكل يوم عمل لك جبس ومن غير ما يعمل لأ أي حاجة آه المهم أشاع بازل جبس وبعدين لسه كان عندي بقى امتحانات السباحة باكروس في الباكروسة كمل آه فقالوا لي لازم تمتح طفعاً أربع عونات لا فقلت لازم إيه لازم تمتح آه تمتحني إزاي أنا رجلي في الجبس آه طبعاً أنا السباحة من الألعاب اللي ما تنسيش دي مهارة لا طبعاً اللي بيركب عجلة مش هينسى يركب عجلة طبعاً واللي بشعلكمبيوتر مش ينسى أكيد فالصباحة مش هتنساه آه قالوا لا ده الممتحن من برة ولازم تنزل المية عشان أن أنت يديك درجات بالجبس قالوا أنت هم لا نظامهم كده في الامتحان آه ماذا وإلا حتاخد ضعيف بس أنا عايز أرفع التأدير بتاعي آه فجبنا كيس بلاستيك حطوته على الجبس وزميلي شلوني ونزلوني في المية في المية عديت وعمت رايح جاي زي اللي هم كده طب الجبس ما فيش إعاقة بالنسبة لله لا أنا يعني أنا برجل واحدة وبإداية الاثنين ماشاء الله وفي طول عمرك مهال عدينا فيها المحمد نجحته وبتقدير وتعينت في المعيد المهد مائت آه موسيقى